السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة اسكوزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم طريقة سهلة جدا تلو حدا مسمى لكي تحطر بسرعة بحشوتين مختلفتين لن يكونوا حلوين ممكن أنكم تحضروا كذلك تفضلوا معي بشتوفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركات الله بغضا نقول لكم المقادر دي العجين مقادر دي العجين غنحتاجه هنا شوية دي الخميرة شوية مشي بزاف عدنا هنا معلقة دي الخل معلقة دي العسل قدروا نعوضوه بالسكر وهنا عندنا بيضة واحدة هنا عندنا اه 300 جرام دي الدقيق الابيض ومائتين جرام دي الساميد الرطب الناعم يعني الفينو او دقيق سبيسيال ونعجنه بالماء البارد بسم الله على بركات الله نضيف المقادر كاملة نضيف البيضاء الخميرة الخميرة نضيف وحدها العسل والسكر لن تفاعل معهم جيد وخاهد العجينة مخصش تخمر بزال ونضيف الخل سوف نجمع هذه المقادر بشوية دي الماء سوف نجمعها كاملة ونضيف لها معلقة كبيرة دي الزبدة ولا الزيت يتوفرها لك سوف نجمعها لا تكون شجارية بزال سوف نقبط رسالها شوية سوف نضيف من بعد ما اجنت العجينة سوف نضيف لها معلقة كبيرة دي الزبدة والتي تقدروا تعودها بالزيت سوف نضيف سوف نضيف معلقة كبيرة دي الزبدة وليس قدروا تعودها بالزيت سوف نضيف سوف نضيف ونقبط لنظيف الحشوة ونقبط بسم الله سوف نجمع الحشوة الأولى هنا لديه حبتين جزر مبشوري ونضيف لهم عصير البرتقال تقريبا برتقالة واحدة محبة برتقال هنا قبيصة دي الملح لان نضيف الحشوة تكون حلوة هنا زيت أرجان يعني معلقة كبيرة قدروا نعوضها بملعقة كبيرة دي الزبدة هنا عندي الهيل يعني غيشة شوية لحسب الضوء كيف نسموه هذا وهنا عدنا عودة دي القرفة هنا كمية التمر لحسب الضوء هنا عندي تقريبا 20 حبه مقطعه هنا عندي اللوز مطحون سوف نجعله حتى الاخير سوف نشحر هذه الحشوة حتى يطب لنا خيزه ويطب حتى التمر سوف نضيف حتى يكون حلوة اكتر قدروا تضيف العسل ولا السكر سوف نشحر هذه الحشوة نتلقى ان شاء الله بسم الله نبدأ الحشوة الثانية هنا فيتمنى تشاركتها معكم سوف نضيف نضيف ملعقة عسل لقدروا نعودها بالسكر والكيمية كتبقى على حسب ثوق وملعقة الزبدة كذلك اللي ممكن اننا نستغنى عليها من بعد ما كنضيفوا هاد المكونات كاملة كنضيفها اللي على النار كنحاولوا ما امكن اننا نشحروها مزيان حتى كتنشف تماما من الماء اللي اخفتو ان الحشوة تخرج ليكم من مثل اللي كنا هنستعملوها في شوصون ولا في الويوش كنضيفو مع القادية الميزينة ولا كنضيفو اللوز اللي كنكونو كن في اخر لحظة كتشرب لنا السوائل وما كتخرش لنا الحشوة بمرة من بعد ما وجدو لي الحشوتين غدا نجيب دبا اللي جبت العجي اللي قطعتو الى خمس قطع وهنا غا نستعمل الميزينة باش غدا نتلقوه والزبدة الدائبة اللي كيف ملعادة كنزولو منها الحليب بالاحسن نستعملو زبدة حيوانية ما نستعملوش الزبدة النباتية ففي كن تلقو مزيان هاد العجينة هادي بالنسبة للزبدة اللي يجازيكم بخير اه تأكدوا يعني قروا من قروا المكونات لها لانا شي مرات اللي تكون فيها الخنزير يعني ردوا البال حتى في المغرب راني شفتها بنفسي قريت كين في بعض الماركات اللي فيهم الخنزير يعني اللي فيهم اللي او 471 يعني ردوا البال كي يديروا لي هادك اللي او باش ماي باش الناس ما تعرفوش شنو باش مل احسن هدني وراسنا وناخدوه زبدة عادية يعني زبدة حيوانية ما ناخدوش لاماركارين ما ناخدوش لاماركارين سافي من بعد ما كنصرحو هاد العجينة اللولة يعني القطع اللولة كنشون جيبوا القطع التانية كنصرحوها هاته هي وكنستمروا بنفس طريقة حتى كنكملوا الكيمياء ديال العجين كاملة من بعد ما اطلقتهم بخمسة بيهم كنجيب دباء اللولة كنصرحها وكندهنها بالزبدة انا قللت هاد المرة الكيمياء يعني كيف ما قلت ليكم سابقا كنحاول نقلل من كمية الدهون كنرشب شوية ديال الميزينة وكنستمر بنفس طريقة حتى غدا نطبق الخمس القطع بخمسة بيهم كنبقى كل مرة كندهن بالزبدة كنرشب شوية ديال الميزينة حتى كنكمل العجينة كاملة من بعد ما كملت الخمس قطع يعني طبقتهم مع بعضهم دابا كنحاول نصرحها غيشي شوية بالحق ما كنصرحوهاش بزاف باش ما يمشيش لينا هادك باش ما يمشيش لنا الفويتاج يعني باش ما يمشيش لنا هادك التواريق سافدة باكنتنيها كيف ما كتلاحظو معايا انا غنتنيها غي على ثلاثة ديال المرات اما انتم ما تقدروا ممكن انكم كل ما تنيتوها كل ما كيجينا التواريق يعني مزيان ثلاثة ديال ديال المرات كافيين باش كيجينا كيجيونا المسيمنات مورقين وزوينين يعني الفويتاج كيجي باين كيف ما كتشوفهم عايدا نقطعهم على هاد القياس يعني ممكن نضيفهم هكذا يعني نطيبهم هكذا في الفرن وكيجيو زوينين انا ده بغدا ان شاء الله كيف ما قلت لكم غدا نستعمل الحشوات اللي حضرت من قبل كنستمر بنفس الطريقة حتى غدا نقطع الكمية ديال العجينة كاملة باش كتعطيني كمية كتيرة وفي نفس الوقت يعني كتكون سريعة هالطريقة هدي من بعد ما كملت العجينة كاملة كيف ما كتشوفوا معايا في تقطاع ده بغا نجيب الحشوة وغدا نداء نعمر في المسيم ناتدي اولي اللي ممكن انكم كيف ما قلت لكم تعمروهم بحشوات يعني بحشوات اللي كيكونوا مالحين ان شاء الله غدا نشترك معكم احتفظوا مزيان بالعجين اللي كيجي ناجح مئة في المئة احتفظوا به ان شاء الله غدا نشترك معكم حشوات ان شاء الله مالحين احتفظوا احتفظوا يعني الدقيق الابيض مرة مرة نستعملوا نحاولوا ما امكن اننا نتفادوه انا بنفسي باقى مرة مرة كنتستعملوا احتفظوا وكيف ما كتلاحظوا معي هذي سديتها على شكل متلت وده بغنجيب الحشوات الثانية غنضيف لها اللوز اللي كان بقى اللي كنت وريتكم في الاول عاد خيزو خليته طابح تنشف مزيان من الماء كيف ما كتلاحظوا معي كيجي مع السلغي بالتمر سوف نبسط ثاني المرة يعني المسمنة الثانية كيجي نعمرها بالحشوة دي الخيزو هذه الحشوة تجي لديدة بزاف اقتصادية وبالنسبة للطريقة شاركتها معكم كنت حطيت مسمن عمر بالتفح غيوة بطريقة يعني حاولت يعني مختلفة واحد شوية يعني بحلة لويتها هادي اللي هادي بحلة قدر نحطره على شكل كموسة نخلي لكم ان شاء الله الرابطة دي الاسفل هدا الفيديو باش تشوفوا يعني الاختلاف هنا بينش بالمرة الحشوة كيف ما تلاحظوا معيك يجي في هاد المنظر كنحاولو نقطوها مزيان كما اننا نبغينا نبينو الحشوة ما ممكن بيينوها انا الفوق غدا نضيف واحد لوزة نضهنهم بالبيض كيف ما تشوفوا معي وغدا نضيف لوزة في الوسط ولكن ممكن انكم تخليوا الحشوة تبان وتضيفوا يعني شوية دي البودرة دي اللوز من الفوق يعني كي بقى على حسب دوق ديالكم هنا عندي صفر ديال البيضاء اللي ضفتلي شوية ديال السكر الاسمع غيشي شوية ماشي بزاف واقتراءة ديال الخل سافي غدا نضهنهم فهذا الاثناء كنكون سخنت الفرن ديالي الدرجة ديال الحرارة دياله وغتكون ميتين من ميتين حتى الميتين وعشرين على حسب الفرن ديالكم سافي ها هما ما شاء الله وجدوا جاوزوينين بزاف لدادين بزاف تحرنا بهم البارح ولدتي يعجبوهم امتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم في بيوتكم تردو علي الأخبار وشكرا بزاف 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 البنات اللي دائما كارجعوا اكتبوا لي التعاليق يجربوا الوصفة ديالي اللي جازيكم ألف خير هاتشي كيف رحني بزاف على الاستغرام وعلى الصفحة ديالي على الفيسبوك والبروفيل كذلك انا قطعتها اللي قطعت لكم وحده ولكن معا كنت غيب وحدي يعني شادة الكاميرا غيب يدو وحده وكنقلكم استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه السلام عليكم اشتركوا في القناة